مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم جديد من ايام المحترف زي ما عادناكم هنا في قناة النادي الاهلي بنتابع وخاصة في برنامج المحترف بنتابع كل الفعاليات الرياضية على مستوى العالم تبعتم حضراتكم طبعا اليورو 2020 وقال دي كانت بطولة عظيمة تبعناها وغطيناها بشكل اكتر من رائع هنا في قناتكم وقناة النادي الاهلي كمان زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي فيه يمكن اقدم البطولات العالمية واكترها شعبية الولمبياد الولمبياد توكيو 2020 اللي انطلقت من ايام هنتابع مع حضراتكم هذه البطولة وخاصة على مستوى منتخبنا القومي منتخب مصر الولمبي اللي بيمسلنا في اولمبياد توكيو 2020 قبل ما نخش في الصحافة والعالمية وتكلمت عن توكيو 2020 ازاي خلينا نتكلم يمكن على بعض النقاط المهمة جدا جدا من خلال مشوار منتخبنا الولمبي حضراتكم عارفين يمكن منتخب مصر الولمبي في المباراة الاولى والتعادل مع بطل اوروبا اتعادل بنتيجة 0-0 مع بطل اوروبا واعتقد كانت نتيجة ايجابية جدا لفارق طبعا الاسماء وفارق المستويات لكن قدر منتخبنا القومي الولمبي انه يعمل مباراة تكتيكية على مستوى عالي جدا على النواحد دفاعية وقدر يتعادل مع طبعا منتخب كبير يمكن هذا المنتخب منتخب اسبانيا كان بيضم يعني عناصر كبيرة جدا واسماء كبيرة على مستوى كمان منتخب اسبانيا اللي يشارك يمكن من اسابيع قليلة في اليورو 2020 لكن قدر منتخبنا انه هو يعمل مباراة تكتيكية دفاعية بحتة بشكل ايجابي وقدر يطلع بالكابتن شوق غريب طبعا مدير الفني اللي منتخبنا انه ياخد نقطة من المنتخب الاسباني في بداية مشوار الاولمبياد زي ما شايفين طبعا بعض الصور وقدين منتخب الاسباني اه كان فيه استحواز على الكرة بشكل كبير لكن اعتقد يعني كمان ده مباراة الارضاء الارجنتيني اللي هنتكلم عليها ان مباراة الارجنتين يمكن اتوقفنا عندها وكان كل الامال ان احنا نعمل مباراة جيدة ما فيش شك ان منتخب الارجنتين فريق كبير بيضم عناصر فعالة لكن مش في احسن حالات منتخب الارجنتين اسم كبير ولكن كنا قادرين بشكل كبير جدا ان احنا نحرز الفوز وخاصة في الشوت الاول في اضاعة الفرص السهلة وطبعا الشوت التاني يمكن المنتخب الارجنتيني ما اقدرش يحقق غير هدف الهدف كان طبعا من خطأ دفاعي ومن ضربة سابنة خلينا نكلم في الجزئية دي تماما بشكل خاص شوية ان احنا عايزين شخصية لعب احنا طبعا منتخبنا الاولمبي عمل بطولة اكتر من رائعة في مصر وحصل على بطولة افريقية على المستوى كمان المباراة الودية فاز على منتخب البرازيل وما بلاك منتخب البرازيل وكان اول منتخب عربي يفوز على فريق البرازيل الشخصية دي اللي احنا عايزينها في الاولمبياد شخصية ان انت بتلعب كورتك انت بتلعب كورة هجومية اه في اتزان دفاعي ولكن بتلعب كورة بتتمتع بالجيم بتحاول تأدي اداء جيد الوجودك في الاولمبياد ده يعني شيء عظيم جدا جدا يتمنى اكبر رياضي في العالم وجودك في الاولمبياد اولا لازم تستمتع باجواء الاولمبياد تستمتع تطلع كورتك تلعب الكورة اللي انت عارفها لكن لسه ما زالت لغاية دلوقتي عندنا مشكلة في شخصية اللعب المصر شخصية اللعب المصر يمكن امام الفرق الكبيرة بتختلف بالرغم ان احنا يمكن فيه سنوات مش بعيدة كنا بنقدي اداء اكتر من رائع حضراتكم فاكرين ان احنا كسبنا بطل العالم ايطاليا بقواة دي طبعا الكابتن حسن شحاتب بجيل عظيم قدمنا كورتنا الحلوة قدرنا نكسب بطل العالم ايطاليا كمان على مستوى البرازيل قدرنا نحرج منتخب البرازيل بكامل نجومه ويمكن اتغلبنا في اخر لحظات 3-2 هو ده اللي مطلوب من منتخبنا ده اللي مطلوب خاصة في المباراة الاخيرة المباراة الفاصلة امام استراليا العب كورتك الهجومية يعني استمتع بالمباراة طلع كل طاقاتك اه بتدافع بشكل كويس لكن كمان احنا عندنا الادوات وعندنا العناصر اللي نقدر نهاجم ونعمل كورة هجومية كويسة ادي انتباع جيد للكورة المصرية من خلال ادائك الهجومي العب لعبك زي ما تعودنا لمنتخبنا الالومبي انه بيلعب كورة هجومية يعني كورة هجومية بشكل كويس وعندنا هذه الادوات يعني ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الالومبي امام منتخب استراليا مباراة انا في اعتقادي انا بتوقع على مستوى الشخصي ان احنا ان شاء الله هنكون في دور التمانية نكسب استراليا واعتقادي الشخصي كمان ان اسبانيا قادرة على فوز على منتخب الارجنتيني ونصعد لدور التمانية كل التوفيق لمنتخبنا الالومبي اللي مطالب ان شاء الله بالفوز اولا وكمان استمتع بالكورة العب اداء هجومي وكلنا يعني متفاعلين وكلنا وراء منتخبنا الأولومبي يعني الهجمة الشرسة على منتخبنا الأولومبي من خلال الجهاز الفني أو اللاعبين مش مطلوب دلوقتي يا جماعة احنا كلنا دلوقتي وراء منتخبنا مباراة فاصلة كلنا ان شاء الله ندعم منتخبنا كلنا في ظهر منتخبنا لعيبة وجهاز فني عشان بإذن الله ان شاء الله يكون موجود في دور التماني